اشتركوا في القناة فرضناها على نفسنا انها تكون صعبة برح تقلق عدد كبير جداً شريف حمد الله على السلامة هدف طبعاً جميل ورائع يسجله محمد شريف في البداية أفشا حمد الله على السلامة ولو ان أفشا الحقيقة معدلش اقول انه رجع مبارح لا رجع من شوية ويبدو انه مركز بشكل كبير جداً الفترة اللي فاتت واكد انه أفشا لا يمكن استغناء عنه ولا يمكن أبداً انه ما يبدأش اساسي في مباراة فأي مباراة للنادي الأهلي أفشا مبارح تقلق وأحز هدفين ولا أرواع ولا أجمل والحقيقة مبارح مباراة يعني بعد التلاتاشر ديال الأولانية تحرك أكتر من رائع من محمد هاني تروباس عالمي من السولية تفويتة بأصدق من غير قصد من شريف وتفنيش من أفشا هدف ثالث ولا أجمل ولا أرواع تلاتة صفر في بداية المباراة كتبية تلاتاشر من اللحظة دي توقعت عرض بقى يعني ولكن ولكن وعلى كل الأحوال العرض عموما يعني إجمال العرض اللي قدمه النادي الأهلي أمام فرقة محترمة فاركور حقيقة مبارح بعد التلات أهداف وفت على رجليه أنا كنت متوقع يكون فيه نهيار كبير لفاركو لكن الحقيقة الفرقة فيها عناصر كتير جدا كويسة عندهم مدرب محترم جدا كابتن مجد عبدالعاطي عمل معام شوال كويس جدا لعبوا جيم كبير قدام النادي الأهلي رغم أنه اللي ما شافش المطش ويسمع لسكوري وقولك الأهلي تساعد المباراة بداية النهاية لكن ده ما حصلش لكن الأهم إن إحنا رجعنا مرة تانية ووصلنا وظهرنا بشخصيتنا الحقيقة هدف الشحات طبعا في نهاية المباراة وده اللي بقوله قبل مباراة المريخ اللي صعبناها على نفسنا صعبناها بالتعادل قدام الهلال في بداية المشوار وصعبناها أكتر بالخسارة في ملعبنا وعلى أرضنا وفص جمهورنا أمام سانداونز مباراة لا تحتمل الإسمة على اتنين يعني الخسارة والتعادل فيها زي بعض ما قدامناش غير المكسب وخصوصا الحقيقة أمام سانداونز مباراة لا تحتمل الإسمة على اتنين يعني الخسارة والتعادل فيها زي بعض ما قدامناش غير المكسب وخصوصا الحقيقة وأنا هكون صريح مع خضراتكم أنا من بداية بطول الدولي الأبطال توقعت أن المنافسة في المجموعة دي هتكون بشكل واضح بين الأهلي وسانداونز مين أول مين تاني ده بقى يحدده السر المطشاط لكن الحقيقة لما قالوا لي المريخ أنا كنت دائما بتفرجع على المطشاط الهاي لايتس بالنسبة للمريخ والهلال لما قالوا لي المريخ السوداني فرق أغير أنا ابتدت أتابع الفرق الحقيقة وابتدت أبص وأدور لها الفرق الحقيقة فرقة محترمة جدا وفرقة بجد تخوف واللي يزود من إحساس صعوبة المباراة أنه الضائفة عند المريخ بقت موجودة بقوة لأنه لو حقق نتيجة في المطشين اللي جايين مع الأهلي الجولة الثالثة والجولة الخامسة يعطلوا النادي الأهلي فرصة تبقى كبيرة جدا في التأهل هنا بتكلم على الدوافع وفي كورة القدم الدوافع بتلعب وليها مفعول السحر بتلعب دور كبير جدا 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 فعشان كده بقول المطش اللي جاي بالتأكيد صعب من السهل بس احنا في النهاية قدها والأهلي لو لعب بشخصيته ولو حاضر بتركيزه وحاضر بشكل فني وبدني جيد أعتقد عنده قدرة كبيرة جدا إنه يتخطى الهلال المريخ والهلال وسان داونز وصدقني لو قلتلك كمان ويتخطى أي فريق بيلع في دوري الأبطال عندنا كلام كتير النهاردة عندنا كمان طبعا فقرة جي بي أس عندنا كلام عن الكرة العالمية عندنا كلام على مسلماني ومش عايزكوا تشغيلوا بالكو يعني أنا بتهالي الأهلوية النهاردة درسمت دروس التاريخ اللي أثبته في أكتر من مرة تجارب كتير جدا عدت علينا كأهلوية علمتنا كده إنه يبقى من يبقى ويرحل من يرحل يعني ما تفرقش معانا كان جهاز فني كان لعيبة الأهلي ما بيفرقش مع أحد والبطولات لن تتوقف على أحد مشي أساطير مشي مانويل جوزيه هل الأهلي بطل ياخد بطولات بالعكس نحن مانويل جوزيه خدنا ثلاثة أفريقية وواحد كونفدرالية وخدنا اتنين برونزيت عالم مشي لعيبة كتير جدا بدون ذكر أسماء يعني أنا ما بقيتش فاكرهم وكلهم توقعوا يعني أنه لما يمشوا بيلو دراع الأهلي أو بيلو دراع جماهير النادي الأهلي وأنهم أكبر من نادي الأهلي ومنهم ممكن يحققوا مجد برأ أسوار النادي الأهلي ورغم ذلك أثبتت تجربة أنه النادي الأهلي ما بيقفش على حد مشي أتأسماء كبيرة جدا وما زالت بطولات الأهلي وإنجازاته مستمرة حتى اللحظة اللي يفضل مع الأهلي أهلا وسهلا الجماهير تفتح لقديها والنادي بيرحب بليشترينا بنشتريه واللي بيبيعنا في ثانية كده ما بيفرقش معنا وكل واحد عرف مصلحته على كل الأحوال خلينا نتكلم في التفاصيل بتاعت الحلقة بس بعد ما نبدأ حلقتنا بأهم الأخبار والعنوين وفكركم في السادسة على صفحاتنا على سوشيل ميديا على الفيسبوك على إنستجرام على تويتر مين أفضل ثلاث لعبين من النادي الأهلي في مواجهة مبارح أمام فاركو في انتظار أراء حضراتكم ونروح للأخبار والعنوين الأهلي راح اليوم من التدريبات استعداداً للمريخ السوداني وموسي ماني يطلب تقريراً مفصلاً عن المريخ قبل مواجهته بدولي الأبطال اليوم مسحة طبية لسيد عبد الحفيز قبل مواجهة المريخ السوداني والأهلي يتعاقد مع بنك القاهرة لاستكمال فرع التجمع كارلوس كيروش يطلب بعدم تأخر وصول المحترفين استعداداً لمواجهة السنغال وأيرجين كلوب يطالب ليفرفول بسرعة وضرورة التجديد لمحمد صلح سقطنا في أبطالنا وفي قدراتهم وفي إمكانياتهم وفي العناصر الموجودة فرين نادي الأهلي لا يعني على إطلاق أن البطولة سهلة صحيح حزوزنا وفرصنا فيها كبيرة جداً ومرشح أول أهلي دايماً مرشح أول وخصوصاً أنه حامل اللقب في البطولتين الأخيرتين ولكن خدوا بالحضراتكم حتة حمل اللقب دي سريعاً جداً أنا عايز أتكلم فيها لأنها إلى حد كبير جداً بتأثر على حضور الفرق اللي بتنفسك وبالذات الكبيرة منها يعني فرق بحجم الوداد فرق بحجم سانداونس فرق بحجم الترجي الفرق دي طبيعي جداً لما تبقى أنت مسيطر على البطولة صح برقم قياسي واخد آخر بطولتين وآخر نسختين من دوري أطال أفريقيا يعني طبيعي أو هيقرة كلها ما فيش غير الأهلي طبيعي جداً أنه الناس دي تبقى عايزة تقول لا قال للأهلي بالذات يعني آه عايزين يحققوا اللقب لكن في مطشط الأهلي ثق تماماً إن شاء الله إن شاء الله هنتأهل بإذن اللعن المجموعة ما عندي شك في ده لكن ثق تماماً وبعد دور المجموعات مطشط الأهلي بره وجوه هتبقى فيه منتهى الصعوبة سريعاً جداً نروح لاختياراتكم في مباراة ساندونز وإحنا متفقين دايماً عشان تبقى بس قاعدة وما فيش منع نكررها مرة تانية برضو سريعاً عشان الناس اللي لسه ما حفزتش أو مش عارفة إحنا بنعمل إيه إحنا دايماً على الحلوة أو على المر ودايماً لازم نختار أفضل ثلاث لعيبة في أي مباراة عشان لما نيجي نحدد في آخر الموسم الجمهور أنتم مش إحنا أنتم جمهور النادي الأهلي اختار مين كأفضل لعبين يبقى بناء على تقييم موضوعي على مدار خطوة بخطوة ومباراة بمباراة ومواجهة بمواجهة في الموسم ده فبالتالي الموضوع ما لديش علاقة بالنتيجة وارد جداً الأهلي يخسر أو وارد جداً أنه يتعادل لأنه ما فيش فريق بيكسب طول الوقت لكن ده ما يمنعش أنه فيه لعيبة ظهرت بشكل كويس وما يمنعش أنه فيه لعيبة أجادت في المباراة دي فمش مفترض أن نحن نعاقبهم عشان الفرقة ككل ما حققتش المكسب اختاراتكم في سانداونز عجبني الناس بتعطي السادسة واضحة وظهرة وصوتها واصل وبشكركم جداً 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 على تفاهمكم والناس اختارت الحقيقة التلاتة الأفضل من وجهة نظرهم في المركز الأول الجوهراء المالية أليو ديانج كان نجم المباراة من وجهة نظر جمهور نادي الأهلي وفي المركز الثاني علي معلول اللي بيقدم موسم الحقيقة من بداياته في منتهى القوة خد المركز الثاني بفرق الحقيقة مش كبير قوي عن أليو ديانج ولكن فرق الأصوات في نهاية رحلة ديانج وفي المركز الثالث كان المتقلق الموسم ده وصاحب المركز الأول حتى اللحظة الحالية في جدول الترتيب حمدي فتحي كان اختيار جمهور النادي الأهلي كأفضل تلت لعب في المباراة وتعالوا نشوف الجدول ما اختلفش كتير لأنه التلت لعيبة دول بالمناسبة بيحتلوا تلت ملاكز من الخمسة الأوائل في الجدول في المركز الأول مازال حمدي فتحي الأضاف لرصيده نقطة فبقى رصيده من النقاط 15 نقطة من 14 مواجهة في المركز الثاني الحاضر الغائب مازال رغم غيابه محتل المركز الثاني أكرم توفيق اللي بدأ الموسم ده بمنتهى القوة وفي رصيده مازال 12 نقطة من 10 مشاركات بيقرب منه وبيضغط عليه أليو تزانج اللي رفع رصيده طبعاً بالتلت نقاط دول 11 نقطة وتقدم أربع مراكز زفعة واحدة عشان يحتل المركز الثالث منفرداً من 15 مشاركة وفي المركز الرابع علي معلول بينفرد به بعد ما كان بيشارك أحمد عبدالقادر في المركز الرابع بقى بينفرد بالمركز الرابع برصيد 9 نقاط من 14 مشاركة وما زال أحمد عبدالقادر نجم النادي الأهلي واحد من نجوم الموسم الحالي في المركز الخامس من 14 مشاركة برصيد 8 نقاط ده فيما يتعلق باختياراتكم نروح للأخبار سريعاً حقيقة والنهارده راحة يعني مساء المسلماني قرر أنه هو يدي النهارده راحة للعيبة بعد ما تشفركه وبعد كده من بكرة إن شاء الله هيدخل بقى الفريق في معسكر مغلق لمدة 48 ساعة استعداداً لمواجهة الهمة والمنتظرة والصعبة وقول زي ما أنت عايز تقول مع المريخ إن شاء الله على ملعب الأهلي والسلام يوم السبت اللي جاي مساء المسلماني بالمناسبة طلب تقرير مفصل عن الفريق وخليني أقول لكم للي ما شفش أو اللي فاكر إن مواجهة المريخ السوداني هتكون سهلة لا على الإطلاق سهلة في حالة واحدة المواجهة هتكون سهلة إذا كنا إحنا في أعلى درجات تركزنا وإذا كنا في أحسن حالتنا آه هتكون مواجهة سهلة لكن على الإطلاق ما تتوقعش إنه الفريق المريخ هيكون يعني زي ما بقوله لقمة سائغة لا على الإطلاق الحقيقة فريق محترم وفيه عناصر كويسة جداً اتفرج على مطشه مع الهلال اتفرج على مطشه مع سانداونز وبمناسبة الحقيقة يمكن على الرغم من أن أنا بحب كرة سانداونز جداً يعني بشوفها من الفرق اللي بتلعب كرة حلوة فرقة عندها شخصية فرقة ما بتخافش بتلعب بره بتلعب جوه ليها أسلوبها عندها عناصر كتير جداً آه مش سوبرستار خدوا بالكم تتكلموا على غياب اتنين من أهم لعيبة سانداونز في مواجهة الأهلي الأخيرة وأهمهم سنيني وطبعا لكن في النهاية كلهم لعيبة كرة وكلهم على المستوى الجامعي مش بس المستوى الفردي ممكن فرقة تلاقي فيها لعيبة على المستوى الفردي كويسة جداً 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 لكن جماعياً مش واضح ده أو مش ظاهر ده أو مالوش مردود إيجابي لكن سانداونز عندها كرة محترمة جداً ومع ذلك المريخ أرهق سانداونز وشكل عليه خطورة كبيرة جداً فيه المواجهة اللي جامعت بينهم منتهد بالتعادل عشان كده مواجهة السبت فيه منتهى الأهمية وأنا قلت أنه السبت اللي جاي يعتبر مباراة دور 16 يعني إذا مواجهة المريخ تحديداً ذهاباً وإياباً دور 16 عدت من المطشين بنتيجة في صلحك مكسب هنا تعادل هناك مكسب هنا ومكسب هناك يبقى إن شاء الله بإذن الله الأهلي تأهل لدور الثمانية من أخبار النادي الأهلي كمان أنه النادي الأهلي آه خلينا طمنكم على كابتن سيد عبد الحفيز طبعاً لغيب عن مطش فاركم بارح وعمل مسحة وهيعمل مسحة تانية النهاردة إن شاء الله نتمن عليه ويكون موجود معنا في مباراة المريخ بإذن الله نروح للنادي الأهلي اللي وقع النهاردة في حضور كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي والسيد طارق فايد رئيس بنك القاهرة عقد خاص بالحصول على تسهيل اقتماني عشان يتمكن النادي من الانتهاء من تنفيذ المرحلة التانية بفرع النادي بالتجمع الخامس ويتم بقى افتتاح الفرع عشان يقدم خدماته لأعضاء النادي الأهلي ونختم مع كارلوس كيروش نختم أخبارنا عندي فقرة مهمة جدا أولاقتها مهمة جدا حابب أعرضها على حضراتكم النهاردة من كاس ألمانيا كارلوس كيروش بس خلينا نتكلم عن كارلوس كيروش شوية الموديل الفني المتخب مصر طالب النهاردة من كابتن واي الجمعة إنه لعبتنا المحترفة في الخارج يكون أقصى موعد لانضمامها لمعسكر المنتخب المقبل قبل ما مطش السنغال يكون يوم 21 مارس والأسماء اللي قلت لحضراتكم من واقع اختياره عليها هم خمسة محمد صلاح وإنني وعمر مرموش ومصطفى محمد وتريزي جي وقال كابتن واقل إنه ممنوع أي اعتذار من أي نوع وعين كان السبب أنا محتاج العيبة دي تكون موجودة معايا في المعسكر يوم 21 كل التوفيق لمنتخبنا ومرة تانية بكرر بالمناسبة يعني المناجدة أو الرسالة اللي ممكن أوجيها لأي مسؤول أعتقد إنه منتخب مصر فيه حاجة مسة جدا لجباهيرو فيه المباراة وأتمنى إن شاء الله بإذن الله إنه أستاذ القاهرة يبقى مليان ممكن الحقيقة يكون داعم كبير جدا فريق في مواجهته الصعبة خليني أقول هارجع لقبر يورجين كلوب والكلام اللي واجهه لإدارة ليفربول طبعا مع ضيوفنا بما النهارد يوم العالمي بس أنا حابب أروح لقبل نهائي كاس ألمانيا قبل نهائي كاس ألمانيا جامع بين الحصان الأسود للبطولة فريق سان باولي وفريق سان باولي دا فريق من فرق الدرجة التانية تأهل على حساب مين للدور دا على حساب بروسيا دورتموند طبعا مفاجئات الكاس وردة في جميع المسابقات وفي جميع الدول يعني ما لهاش علاقة بدون مع عين وارد جدا فريق درجة تانية يطلع تلاقيه عامل مفاجئة مع فريق كبير وده حصل عندنا هنا كتير لكن سان باولي دا تجاوز بروسيا دورتموند والناس اللقبته بالحصان الأسود وصل لفين وصل لقبل النهائي مباراة جامعاته بيونيوم برلين وناس توقعت أنه سان باولي يعمل المفاجئة وقد كان بداية المباراة سان باولي اللابس جري قدام حضراتكم سان باولي أحرز هدف بداية المباراة تحديدا في الديهة 21 من كرة سابتة اتنفذت زي ما حضراتكم شفتوها وحطوها في الشبكة عشان يتقدم سان باولي يعلنوا يونيوم برلين واحد من الفرقة اللي مقدمة موسم ممتاز جدا في البونزليج الغلطة السهوة عدم التركيز ولو لثنية واحدة كانت عنوان المباراة دي وكلفت سان باولي هدف التعادل ليونيوم برلين في الديئة 45 أو في نهاية الشوت الأول ولم يكتفي الحقيقة يونيوم برلين بكده غلطة سازجة جدا من مدافع سان باولي هو طبعا هي مش غلطة سوق تقدير سوق توفي رجل تزحلق لكن في الحتة دي مفيش فلسفة حتة من أخطر حتة الملعب والكلام لمدافعي النادي الأهلي ولمدافع بحبه جدا جدا وبصد جدا جدا في إمكانياته بس في أوقات كتير جدا السقة الزايدة تكلف فرقتك كتير مش بس خسارة مباراة ممكن تكون خسارة بطولة سان باولي بيخرج بسبب خطائين في منتهى السازجة أمام يونيوم برلين اللي بتاعها لنهائي كاس ألمانيا نروح لفاصل ونرجع نستكمل حلقتنا مع حضراتكم السادسة ومناسبة طبعا النجوم اللي ظهروا أنا جايب لكم النهاردة موهبة مصرية مزدوجة الجنسية هنقدمها لحضراتكم بس لاعب أكتر من رائع هنقدم لكم في فقرتنا الأخيرة في السادسة بس خلوني الحقيقة أروح لملفة في منتهى الأهمية ملف حراسة المرمى مش ممكن تلاقي فريق كبير مهما كان أسماء اللعيبة اللي بتلعب فيه فريق بحق بطولة فريق مرشح دايما إلا ما يكون عنده حارس مرمى من العيار التقيل وكلمة أو مقولة أنه حارس المرمى الجول كيبر ده هو نص الفرق كلمة دي في منتهى الحقيقة يعني في محلها تماما ويمكن هاخد رأي واحد من مدربين حراسة المرمى في إنجلترا دلوقتي هيوجو أوليفيرا مدرب حراسة مرمى فولهم الإنجليزي وبالمناسبة كمان هو كان يمكن يشتغل مع موديل فني المنتخب مصر كارلوس كيروش بداية خلينا نرحب طبعا بضيفنا على شاشة الأهلي وأهلا بك مع نفسها دي سا حسنا مرحبا دعني أخبركم أنا الذي سعيد بتواجدي معكم هذا اليوم سعيدنا ويشرفنا بداية أنا أبرك لك الحقيقة على المستوى الرائع اللي بيقدمه فريق فولهم الإنجليزي في الشامبينشيب واللي أعتقد أنه أصبح قريب جدا من التعاهل للبريمير ليج حسنا أنها مباراة تلو الأخرى لدينا ثلاثة عشر مباراة لليونه المسابقة يجب أن نقاتل للنهاية يجب أن نركز ونأخذ الأمر خطوة بخطوة ومباراة بعد مباراة الفريق الآن يعمل بشكل إنجلي نركز على المباراة القادمة ونأمل أن نفوز بها طيب قبل ما أفتح ملف فولهم لأن الحقيقة يعتبر واحد من الأندات التاريخية في إنجلترا ويهمني نقدمه للناس في صورته أو في شكله الحقيقي خليني الأول أكلم على تجربتك لأنه أنا عارف أنك أنت اشتغلت مع كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري قبل كده وراجل تولى المهم عندنا في مصر في توقيت صعب جدا بداية انطباعتك عن كارلوس كيروش وأهم إيجابياتك كمدير فني من وجهة نظرك بالنسبة لي كان أمرا رائعا أن أعمل مع كارلوس كيروش كان الأمر كان الأمر رائعا عملت معه في منتخب البرتغال لمدة عامين ونصف كان الأمر وكنت أيضا مدربا مساعدا كان الأمر رائعا هذا مدير فني مدير فني ذكي جدا 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 لديه القدرة والاستعاب على الاستعاب اللاعبين وعلى فهم اللاعبين لديه القدرة على خلق فريق منظم فريق لديه تاكتك جيد جدا يستطيع أن يجعل اللاعبين أن يقاتلوا وينفذوا ما يريده بالتحديد يستطيع أن يجعل الفريق في حالة التزام دائم من الناحية الفنية هو مدير فني رائع بالنسبة لي أنا فخور أني عملت يوما ما مع مدير فني عالمي ككارلوس كيروس بروفاسور كيروس أو السيد كيروس هو بالنسبة لي هو بالنسبة لي هو يستطيع أن يطور أي فريق هو استطاع أن يطور الكرة في جنوب أفريقيا استطاع أن يطور الكرة في برتغال وإيران هو أينما حل يستطيع أن يطور كرة القدم هناك هو استطاع أن يحقق نتائق جيدة مع كبرى الفرق العالمية كريال مدريد ومانشستر رايتد فأعتقد أن كل الأجيال التي تميزت كالويس فيغو كوستا باولو سوزا وكثير من اللاعبين لعبوا مع كارلوس كيروس وكريسيانو رونالدو كل هؤلاء اللاعبين وبيبي، بولو فريرا، كارفالو، نونو جومس كل هؤلاء اللاعبين خرجوا من تحت إيد كارلوس كيروس هو مدير فني منظم جدا مدير فني يتحلى بالثقة الكبيرة يستطيع أن يحقق ما يريد كيف ما يريد أعتقد أن هذا هو الاختيار الأفضل لمنتخب نصر منذ مدة أن يحظى منتخب نصر بمدير فني كعالمي ككارلوس كيروس طيب، خليني أسألك على يمكن تكلمت عليك مدير فني إزاي بيتعامل مع الفريق أو من ناحية الفنية والتيكتيكية لكن مع الجهاز الفني، وانت كنت أحد أعضاء الجهاز الفني اللي اشتغل معه في البرتغال إزاي بيتعامل مع الجهاز الفني هل هو ديكتاتور في اتخاذ قراراته ولا بيدي مساحة أكتر من الحرية للجهاز الفني المساعد لي على المشاركة حسن السيد كارلوس كيروس هو مدير فني مثالي هو يعطيك المساحة الكبيرة لتعطي رأيك وللتحضير للمبارات القادمة يسأل الأفراد الجهاز الفني ويستعين بهم في تنظيم التمرين يسأل رأي الجميع المساعد المدرب المساعب، مدرب حرص المرمى محلل الأداء، محلل الفيديو يريد أن يعرف رأي الجميع على هذا المستوى هو ذكي جدا ويهتم أيضا برأي الآخرين ولكن أعتقد أنه لديه رأيه الخاص ولديه اختيراته الجيدة جدا هو يستعين بالأراء جميعا ولكن يأخذ رأي واحد الرأي الأهم لمصلحة الفريق ولكن من المهمة عنده أن يشارك الجميع في صناعة القرار لأننا نعمل مع كالوس كيروس كنا نعمل كفريق واحد كفريق واحد يتخذ قرارا واحدا يسأل في هذا طبعا كابتن دياء السيد وكابتن محمد شوي لكن على كل أحوال أنا أتمنى له النجاح في مهمته لأنه يدخل على مرحلة مهمة جدا بالنسبة للمصريين كلهم وهي طبعا مرحلة المنافسة على تسكرة التأهل لكاس العالم عن قرارة إفريقيا أرجع معك لفولم الإنجليزي وكنت أقول إنه واحد من الأندية التاريخية واحد من الأندية العريقة اللي عانى بمطبات كتير صعبة بينافس حاليا على تسكرة العودة مرة تانية للبريمير ليج بداية شايف قدرة فولم على تحيي الهدف ده وفي حال عودته قدرته على الاستمرار في منافسة في البريمير ليج شايفها إزاي بالنسبة لي بالنسبة لي فولم كما قلت واحد من الأندية التاريخية في إنجلترا الآن نقاتل بالفعل لنعود للدور الإنجليزي مرة أخرى تبقى لنا شهرين أو أقل لنعود للبريمير ليج مرة أخرى إذا فعلنا ذلك فأنا متأكد أننا سنحاول أن نعمل كفريق على البقاء في البريمير ليج وأن ننافس في البريمير ليج وأن نعود لسابق عهد الفريق تعمل الآن مع دعم قوي مع نادي رائع ودعم قوي من الجماهير ومن الإدارة الآن نحظى بأفضل شيء في العالم وهو المنافسة العمل والمنافسة للصعود للبريمير ليج مرة أخرى في حال التأهل لبطولة البريمير ليج هيعتمد فريق فولمم على نفس السكواد اللي نجحت في المنافسة في الشامبينشيب ولا تعتقد أن الفريق محتاج لأسماء أكبر محتاج لصفقات من العيار التقيل عشان يقدر ينقل نفسه المستوى المنافسة في البريمير ليج حسنا تركيزنا الآن هو بطولة الشامبينشيب هو التأهل الآن هذا هو كل ما نركز عليه الآن بالطبع إذا صعادنا وتأهلنا سنعد فريقنا بشكل جيد لنقاتل على البقاء في البريمير ليج ولكن تركيزنا الحالي هو أن نتأهل ولا نركز على استخدام اللاعبين الآن هتنيل مع كلفة لملف حراس المرمى من وجهة نظرك لو طلبت منك مثلا تختار أكتر خمس حراس مرمى مميزين على مستوى الدوري الإنجليزي على مستوى البريمير ليج تختار مين حسنا هو ليس سألا بالنسبة لي أن أجيب على هذا السؤال حسنا أنا أحب الحراس المرمى الذين أعمل معهم ولكن بالنسبة لي الآن في العالم الآن وليس في بريمير ليج فقط هو إدرسون هو لاعب بنفيكا النادية السابق وبالنسبة لي في إسبانيا أوبلاك لكن بالنسبة لي إنجلترا هو أفضل حارس الآن إدرسون هو حارس رائع وأيضا بالنسبة لي في بريمير ليج أليسون بيكر أليسون بيكر الآن هو واحد من أفضل حراس العالم في السنوات الأخيرة يؤدي أداء رائعا وأيضا بالنسبة لي رامس ديل في الأرسنل هو حارس رائع ويؤدي موسمة استثنائيا هو واحد من الأفضل الحراس في العالم ولا أستطيع أن أبخص حق دونا روما ويان أوبلاك على مستوى العالمي ولكن حاليا كما قلت إدرسون أليسون ومندي لا أستطيع أن أنسى مندي وديخية ورامس ديل هم خمسة حراس الذين أفضلون يعني لو كلمنا على أضمن أسماء تانية أقول مثلا أوليفر كان ويهمني ملاحظتك في النقطة أوليفر كان ألماني تيبو كورتوى بلجيكي ميندي سنغالي إدرسون وعليسون بيكر من البرازيل مانويل نوير طبعا ألمانيا جان لويجي دوناروما إيطاليا مش غريب شوية لو اختارت مثلا أهم عشر أسماء في حراس المرمى على العالم مش هتلاقي من بينهم اسم إنجليزي على الرغم من إنجلترا بتملك أقوى مسابقة أو أقوى بطولة على مستوى بطولات الدوريات على مستوى العالم وبتملك أيضا يمكن أهم لعبين في كل المراكز على مستوى العالم كله مش غريبة شوية يكون غايب الحراس المرمى الإنجليزي عن المشهد حسن الأمر الأمر لا يعتمد على البريمير ليج فقط لتجد أفضل حارس في العالم الأمر يعتقد الأمر يرتكز على الفريق ككل وتطور حراس المرمى في العالم الآن أصبح ليس حصريا على إنجلترا إذا نظرت الآن ستجد أليسون وإدرسون من البرازيل وميندي من السنغال وحراس مرمى من جنسيات أخرى وتجد أفضل لعبين العالم ليسوا من إنجلترا فأعتقد أن طريقة التفكير في هذه الدول بالنسبة لحراس المرمى لديهم طريقة قوية جدا في التعامل وتأهيل حارس المرمى أعتقد أن لديهم طريقة رائعة في تأهيل حارس المرمى وأعتقد أن التوقيت عامل مهم في اختيار حارس المرمى أن تعمل على حراس المرمى الشباب وأن تشركهم وأن تعطيهم الفرصة وأن تعطيهم الثقة أعتقد أن باين ميونيخ يقوم بهذا العمل وآيكس يستطيع العمل على اللاعب في سن صغيرة وكذلك ريال مدريد وأتلتكو مدريد على حد انساء فأعتقد إذا وفرت للحارس هذا الملاخ فستجد لديك واحدا من أفضل عشرة حراس على مستوى العالم إذا أعطيته الفرصة المناسبة لكن الفرصة هنا في دوري بيسمع سار 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 في بعض الدوريات مثلا زي عندنا الدوري المصري بتمنع الاحتراف في مركز حراس المرمى عشان تدي فرصة ومساح أكتر لحراس المرمى المصريين أن هم يشاركوا ويظهر منهم المواهب أو الكفاءات اللي تقدر تتولى حراسة منتخب مصري لو بصنا للدوري الإنجليزي هتلاقي أنه أهم ست أنداف إنجلترا واللي بتشارك في بطولات أوروبا بتعتمد على حراس مرمى أجنبي هل هنا الفكرة هي فكرة إتاحة الاحتراف في مركز حراس المرمى أو منعها ده من نوجة نظرك هل ممكن يؤدي لتطوير مستوى حراس المرمى الإنجليز تحديدا حسنا بالفعل إذا أعطيته الحارس الإنجليزي الفرصة ستجد مستوى أكبر ولكن البريمير ليج لا يهتم إلا بالنتائج فالنادي الآن يوقع مع الحارس المميز ليعطيه نتائج مميزة ولكن الأمر لا يعتمد فقط على التأهيل الأمر يعتقد على النتائج والأمر لا يعتمد فقط على حارس المرمى الأجنبي ولكن إذا نظرت ستجد العديد من المراكز بها لعبين أجانب إذا كان لديك وهذا نفس الأمر بنجاح رسال المرمى إذا كان لديك اللعب الأفضل آيان كانت جنسياته فأنا سيشارك تجربة مندي حارس مرمى السنغال وحارس مرمى تشالس الإنجليزي هل بتشوف وطبعا نجاحها وخصوصا بعد حصوله على لقب أفضل حارس مرمى في العالم من الفيفا هل بتشوف أنها ممكن تفتح الباب أكتر لحراس المرمى الأفارقة للاحتراف في الملعب الأوروبية نعم نعم أعتقد أن هذا أمرا هاما ونحن الآن في عالم مفتوح مفتوح لكل الاحتمالات وكل الإمكانيات وإذا نظرت الآن ستجد حراس عالميين من أفريقيا ياسيم بونو في جبلية ستجد الآن في أندري ونانا في آيكس وكما ذكرت مندي في تشلسي وبالفعل مندي هو أفضل حارس في العالم ولكن حراس الأفارقة الآن لديهم الفرصة الكبيرة للعب في أوروبا والعب في أكبر الأندية الأوروبية بغض النظر عن اسم الحارس ومن أين أتى ستجد فالحارس الأفريقي سريع التأقلم سريع التطور يتأقلم مع جميع الأجواء مع جميع الثقافات وإذا أعطيته الفرصة والفرصة المناسبة ستتعلق بلا شك في أوروبا مدرب حراس مارما فولم الإنجليزي بشكرك شكرا جزيلا على وجودك وعلى مشاركتك معنا في ألساديسة والكلام أكتر بالتفصيل عن الكرة العالمية وآخر مستجدات وطبعا احتفالات ليفر بول بعد الفوز وتحقيق كسر ربطة على حساب تشيلسي في مباراة من أمتع المباراة التي شفناها وتابعناها الموسم ده الكلام على التراسفير ماركت وكلام على لعبين المصريين المحترفين في الخارج واللي ممكن يكونوا مادة خام ومواهب تفيد الكرة المصرية والمنتخبات المصرية في اللي جاي هيكون معنا في السادسة بس تسمحونا نروح لفاصل ونرجع نقابل حضراتكم في نفس المكان على شاشة الآن باقي من الزمن تقريبا ثلاث أسابيع كلام طبعا على مواجهة مصر والسنغيل وده يزود شوية من تركزنا واهتمامنا بالفقرة الخاصة بالجي بي أس في متابعة محترفينها في الخارج عشان نتطمن عليهم على مستواتهم قبل طبعا ما نشاركوا مع منتخبنا الوطني ونتمنى لهم مزيد من التقلق في الفترة اللي جاية بس قبل ما نروح للجي بي أس ونشوف أخبار محترفين في الخارج إيه اسمحوا لي أرحب بديوفنا الأعزاء محلل الكرة العالمية فاروق عصام سأخير يا فاروق سأخير يا أحمد أهلا وسهلا بك ووسيم أحمد طبعا بيشرفنا أهلا بك وسيم أهلا بك وصلا أحمد أهلا بك وصلا يا مشاهدي جاهزينا النهاردة أنت در جوهرة صح فعلا إن شاء الله يعني الأرقام والحكايات اللي أنا شفتها يعني مفاجئة إن شاء الله طبعونا هنعرضها على حضراتكم بس تعالوا نبتدي وناخد جولاتنا في الجي بي أس والبداية هتكون في إنجلترا وتحديدا في ليفر بول مع نجمينا طبعا المكسر الدانية في إنجلترا محمد صلاح كلنا تابعنا طبعا محمد صلاح في نهاية الكاراباو كاب ونهاية كاس الرابطة الإنجليزية واللي شارك فيه محمد صلاح بشكل أساسي أمام تشيلسي مباراة استمرت ماراتونية يعني هذه المباراة اللي يطلق عليها ماراتونية 120 دقيقة وبعدها دربات جزاء كل الفرقة سددت حتى حراس المرمى ولكن أخفق كفا حسم اللقب لصالح ليفر كول ما عمدش انتهى بنتيجة 11 عشرة ركالات ترجيح طبعا ومعدل تقييمه في المباراة دي كان سبع درجات كان ليه محاولتين على المرمى كان ليه واحدة منهم خطيرة جدا وكان ممكن تدخل لكن يعني مش فاكر روديجر تقريبا نشالها من على خط المرمى في اللحظات أو تياجو سيلفا تياجو سيلفا هو نشالها في آخر المباراة دقة تمريرات بلغت 74% 20 تمريرة صحيحة نجح في أربع التحامات أرضية من قص 9 ونجح في التحام هوائي واحد من قص 3 رصيدهم من البطولات مع ليفر بول لخمس بطولات دوري إنجلترا أو بريمير ليج دوري أبطال أوروبا أو شامبينز ليج السوبر أوروبي أو السوبر كوب كاس العالم الأندية وكاس الكارباو هذا اللقب الأخير لحققه صلاح مع ليفر بول من صلاح نروح ل نروح ل ترزيجيه تركيا وترزيجيه الحقيقة يمكن استعد جزء كبير جدا من مستواه في الفترة الأخيرة وشارك وكان مؤثر حقيقة في مشاركته مع فرقته بيلعب طبعا مع إسطنبول باشاك شهير شارك أساسي في المباراة الأخيرة لمدة 77 دقيقة في المباراة اللي جامعيته أمام فتح قارة جمرك والمعطش ده انتهى بخسارة إسطنبول باشاك شهير بلنتيجة 2-1 وترزيجيه هو اللي أحرز هدف فريقه خلال اللقاء وقدر كمان يعمل أو يخلق فرصتين كان ليه 26 تمريرة سليمة في إنقاذ فرقته من ثلاث فرص أخفق في تسع التحامات أرضية ولم ينجح في المراوغة وإسطنبول باشاك شهير بيحتل حاليا المركز الثالث برسيل 46 نور هنفضل في تركيا بس هنسي بترزيجيه ونروح لمصطفى محمد جالاتا سراي التركي مصطفى محمد واحد من اختيارات كيلوش طبعا شارك في الماتش الأخير لفرقته لمدة 57 دقيقة والمباراة دي جامعت جالاتا سبور بريزا سبور التركي ماتش ده انتهى بفوز جالاتا سراي بنتيجة 4-2 ومعدد تقييمه في المباراة دي كان 6.8 درجة كان ليه محاولة وحيدة على المرمى خلال المباراة وكان ليه 10 تمريرات سليمة من أصل 11 تمريرة بنسبة دقة 91% قدر يعمل فرصتين أو يخلق فرصتين في المباراة ونجح في التحام هوائي واحد من أصل 3 التحامات وجالاتا سراي بيحتل حاليا المركز 12 برصيد 35 نقط لسه في تركيا اللي بتضم طبعاً أكبر عدد من اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج وهنسيب جالاتا سراي ونروح ده أحمد حسن كوكا اللي شارك طبعاً أمام ألانيا سبور في الدوري التركي أحمد بيلعب لكونيا سبور شارك في مباراة الفريق الأخيرة وللأسف انتهت بخسارة تقيلة بنتيجة 5-1 معدل تقييمه في المباراة دي كان 6.6 درجة كان لي محاولتين على المرمى منهم مرة وحيدة بين القائمين وجد في العرضة وكانت خلال المباراة دي كان ليه 9 تبريدات صحيحة من أصل 10 بنسبة دقة 90% نجح في الفوز بالتحام هوائي واحد من أصل 4 وكونيا سبور حالياً بيحتل المركز الثاني في جدل الترتيب برصيد 49 نقطة وبفرق 17 نقطة عن ترابازون المتصدر للبطولة وكونيا سبور هيواجه جالاتا سراي فرقة مصطفى محمد في الدوري في المباراة اللي جاي هنفضل لتركيا برضو ولكن هنروح لأحمد ياسر ريان ولا ده أحمد أحمد ياسر ريان فعلا أحمد ياسر ريان شارك لمدة 10 دقيقة بس في مباراة فريق الأخيرة الجامعة فريق ألتاي سبور أمام جازنتاب في الدولة التركية والمباراة دي انتهت بفوز فريق أحمد ياسر ريان ألتاي بنتيجة 3-2 معدل تقييمه كان 6.6 درجة وشارك مع فرقته في 18 مباراة أحرص خلالها أربع أهداف وصنع هدف وحيد التاي حاليا بيحتلل مركز 18 في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من أحمد ياسر ريان هنروح لكريم حافظ كريم حافظ اللي بيلعب لمدة تاي سبور وشارك كأساسي في المباراة الأخيرة لمدة 90 دقيقة والمباراة دي كانت أمامها تاي سبور المباراة دي انتهت بخسارة فريق كريم بنتيجة 5-2 تقييمه في المباراة كان 6.9 درجة معدل تقييمه في المباراة ومرر 40 تمريرة منهم 31 تمريرة صحيحة بنسبة دقة 78% لعب 6 كرات عرضية منهم 2 عرضية سليمة أو صحيحة ونجح في 4 التحامات من أصل 7 وانقص فريقه من فرصة وحيدة خلال المباراة ومالتاي سبور بيحتل حاليا من مركز العشرين والأخير في جدول الترتيب في تركيا كان فضل لنا كهرباء لكن كهرباء لم يشارك هذا الأسبوع مع فرقته وفي السعودية طبعا أحمد حجازي مع تحاد جد غايب بسبب الإصابة فهنعدي على ألمانيا ونروح لشتوتجرت الألماني عمر مرموش لعب بولفسبورج الألماني والمعار لشتوتجرت شارك أساسي لمدة 86 دقيقة في مباراة فريق الأخيرة أمام هوفنهايم والمباراة دي انتهت بخصارة شتوتجرت بنتيجة 2-1 معدل تقييم مرموش كان 6.4 درجة نجح في المراوغة 3 مرات من أصل 7 محاولات فاس ب6 التحامات أرضية من أصل 16 التحام وفاس ب4 التحامات هوائية من أصل 6 التحامات هوائية مرر خلال مباراة 26 تمريرة منهم 15 تمريرة صحيحة بنسبة دقة 58% وشتوتجرت حالياً بيحتل المركز السبعتاشر في المنزلجة برصيد 19 نقطة نختم جولتنا مع مصطفى محمد التعاون السعودي ومصطفى الحقيقة بدأ مشواره مصطفى فتحي أنا آسف بدأ مشواره الحقيقة بحالة تقلق وتواهج كبيرة جداً مع فريقه التعاون وشارك الحقيقة لمدة 21 دقيقة في مباراة الفريق الأخيرة اللي اتعدل فيها فريقه أمام الطائف الدوري السعودي مباراة انتهت في جيت 1-1 ومعدل تقييم مصطفى فتحي كان 6.6 درجة كان لي خمس تمريرات سليمة من أصل 7 حاول مرة وحيدة على المرمى التعاون حالياً بيحتل المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة دي كانت أخبار محترفين في الأسبوع الأخير وخليني أروح لفريق فريق التحليل معنا النهاردة وخليني أسمع رأيهم في مستويات محترفين في الدوريات المختلفة وخصوصاً أننا مقبلين طبعاً على مباراة مهمة جداً مع السنغال في خلال فترة الثلاث أسابية الأبرز والأهم من وجهة نظر فاروق فيما يتعلق بالمصري المحترفين في الخارج فاروق ممكن الأسبوع دوه مؤخراً الأسم الأبرز كان تريزيجيه لبدأ يستعيد فورميته البدنية اللي بتابع مباراة في الدوري التوركي بيشوف ان تريزيجيه مستوي البدني ما اختلفش كتير عن بطولة الأمم الأخيرة بيحاول على كل كورة تريزيجيه لعب معروف بلنشاطه البدني في الملعب يمكن الإصابة كانت ناس كتير تتوقعت ان تريزيجيه شوية النشاط ده هيقل لكن بالعكس بنشوف أداء جيد جداً الأسبوع ده وقدر يسجل على الجانب الآخر بقى اللي يمكن لعب المطالب شوية بإظهار المزيد من القوة وإقناع الجماهير حتى جماهير فريقه وإقناع جماهير المصرية وهو مصطفى محمد اللي جالة السرايب يعاني من أزمة كبيرة وبعد رحيل فاتح تريم حتى الأداء ما تطورش وحتى شفنا المباراة يمكن أربعة اتنين ومصطفى محمد مقدرش يسجل وحاليا النجوم جالة السرايب يتعرضوا لهجوم كبير جدا من قبل جماهيرهم ومن اللعبة دي مصطفى محمد اللي يمكن الجماهير احتفت بيه في بدايته مع الفريق وقدرته على تسجيل أكتر من هدف لكن هو متراجع منذ فترة وحاليا محمد شريف بنشوف ان هو بيضغط في الدوري المصري وبيقدم مبارح مباراة جيدة جدا وعلى الجانب الآخر يبقى فيه منافسة شوية ما بينهم لو كارلوس كيروش اقتنع بمحمد شريف وقدر انه هو يعتمد عليه في مباراة سنغال اعتقد ان محمد شريف هو الاجهز والافضل حاليا من الاسماء اللي احنا شفناها خمسة استقرر عليهم كارلوس كيروش صلاح والنيني من الدوري الانجليزي مصطفى محمد من الدوري التركي من جلاتا سراي عمر مرموش من الدوري الالماني وتريزي جي كمان من الدوري التركي هل من الاسماء التانية اللي احنا استعرضناها وشوفنا مشاركاتها مع فرقتها شايف يا وسيم ان في حد يستحق او عنده فرصة ان يكون متواجد مع المنتخب المصري في معسكره اللي جاي قبل المطسوبة على السنغال لا يعني الحقيقة الاسماء زي ما احنا ذكرنا وحضرك قلت الوقتي وشوفنا الاحصائيات ما فيش حد يمكن فرض نفسه بقوة ان يقول انا استحقق اكون موجود مع كامح تراميل احمد حسن كوكا او كريم حافظ ما فيش حاجة قوية تلفت النظر تقول انه اهل يستحق ان هم يكونوا موجودين خاصة المباراة مصرية مباراتي السنغال المباراتين يعني هم اللي هيحسنوا التأهل لازم يكون اللعيب في اعلى مستوياته سواء اللعيب اللي هل هيحسن بتسأل عليهم او اللعيب الخمسة اللي تم ذكرهم او تم استقرار عليهم يعني من قبل في ممكن وجود نظر تقول لك والله مصطفى محمد يعني بقاله كتير غايب عن التهديف سواء مع المنتخب احدش بشكك في امكانات مصطفى اللعيب انا قلت الحقيقة انه قماشا تحتاج انه لو اشتغل على نفسه اشتغل على المنتاليتي ممكن يروح لحتة بعيدة جدا لكن مع المنتخب مع جراتس راي مش بيمر بافضل احواله وده بيطرح انه يكون في اسماء تانية ممكن تكون موجودة صحيح لكن مصطفى محمد لما تجي ببص على البدايل اللي موجودة من المحترفين في الخارج هيبقى قدامك كوكا كوكا نفس الكلام ما فرقش كتير عن مصطفى محمد ممكن بقى يبقى البدايل زي ما قال فاروق تبقى بدايل محلية من الدوري المصري وزي ما اتكلم وقال انه محمد شريف ماشي في فورمة كويسة فممكن يكون هو دوقتي الاجهز والاقرب لكن على مصطفى محمد انه راجح حساباته لانه زي ما قلت هو واحد من اللعيبة اللي ممكن لو ركز في الملعب يبقى في حتة تانية تماما الكلام مرتبط بتصريح قال له كارل اسكيلوش انه تابع مطشاط الدوري المحلي وشاف انه المطشاط ما افرزتش القماشة او اللعيبة اللي ممكن تلفت نظر وانت رايح على اهم مطشين في الموسم ده والموسم اللي فات والموسم اللي جاي لمنتخب مصر يعني مفيش حاجة اهم من احنا نوصل كاس العالم واللاسف المواجهة مع انا بشوف اقوى فريق في افريقيا دلوقتي هو فريق السنغاني خلينا نكون واقعيين ونشوف هل الكلام يعني ممكن يبقى ورقة زي مصطفى فاتحي عنده فرصة التواجد حد زي احمد ياسر ريان حتى لو كان بعيد بقاله فترة ممكن يبقى ورقة يمكن يعني يمكن استخدامها هي الواقعية بتقول ان كارلوس كيروش والجهاز الفني للمنتخب مصري مش هيقوم بتغييرات كبيرة في مباراتين مصريتين قدمتين بعد بطولة الامم خلاص اعتقد ان بطولة الامم اثباتة الجيل الحالي للمنتخب المصري بينقصوا حاجات بسيطة جدا عشان يبقى فريق يبقى متصدر او على قمة القرة بسيطة جدا بزمتك يعني بسيطة جدا دي هعطت تحتها خطوط حمرة كتير لا كافراد كافراد يعني كاسكواد وافراد وحاليا فعلا الدور المصري لو بصينا مش هلاقيه بيفرز المواهب اللي هي ممكن تدخل يمكن احمد عبدالقادر فقط هو الاعتقد انه لازم يبقى موجود في المباراتين القدمتين وان كنت شخصيا يعني ما بفضلش الدفع به في المباراتين دول عشان ما يتحرقش بدل انا هشوفنا لعيبة كتير هو من الاهلي المركز ذات حديدا عايزة اسمع رأيكم دول اتنين في الحتة دي مركز ذات حديدا عندي ثلاثة اسماء بتتنفس عليه مين الاصلح من وجهة نظركم في مطش السنغال قاهرة ومطش السنغال لانه ممكن الادوار تختلف في نفس المركز قاهرة عندكار عندي احمد عبدالقادر عندي تريزي جي عندي عمر ماربوش انا اعتقد انه الثلاثة دول هما الابرز في حتة الجناح الشمال في منتخب مصر في الفترة الحالية مين اللي هيلعب ولا مين الاصلح انت اقول لي من وجهة نظر اللي هيلعب مرموش اللي هيلعب مرموش مش حيضايق الاصلح تريزي جي كمستوى حاليا وبعد ما شوفنا تقلقه مؤخرا مع فريقه وخصوصا انا عجبني جدا قررت ريزي جي بالرحيل عن عاستون فيلا واختيار الفريق السابق ليه لانه هيبقى فريق خلاص كان بيعف قاسم باشا بتهيلي قاسم باشا اه بس يعني برضو الاجواء الدوري التركي مش جديدة عليه واختار اختار صح واعتقد انه هو اللي هيبقى موجود بشكل اساسي احمد عبدالقادر حتى لو اتاخد المنتخب هتبقى مكافأة ليه على مستوية لكن ما اعتقدش انه هو ممكن يشارك بصفة السيارة وسيم انا متفق طبعا مع فاروق تريزي جي بنسباية هو رقم واحد دلوقتي وافقا للأداء اللي احنا بنشوفه الاسبوع الماضي مسجل هدفين الاسبوع ده مسجل هدف فتريزي جي بنسباية رقم واحد رقم اثنين عمر مرموش بحكم برضو المنافسة وشدتها ده رجل جاي من الدوري الالماني بس بيدخل معا كمان حقيقة عبدالقادر لانه بقدم مستوى عالي جدا وزي ما انت قلت ممكن ان المباراة للتانية تختلف الادوار انا بشوف انه عبدالقادر تحديدا يتم استخدامه في المباراة الاولى في مصر لان عبدالقادر لسه صغير في السن ما عندهش خبرات كبيرة انه هو يلعب تحت ضغط هناك في السنغال وشوفنا ملعب الجديد ملعب رهيب جدا انا شايف انه يلعب هنا في وسط الجمهور وعايفنا انه هيكون في موجود حوالي خمسين الف متفرج عبدالقادر ماشي فورمة كويسة في مصر هيقدر انه هو جوا في مباراة هتلاقي في القاهرة ممكن ياخد بعض من الوقت ويصنع الفارق في الخارج لا يبقى الاكتر الاعتماد على تريزي جي وعمر مرمو زي ما حطيت هنا انا شايفها بصراحة مباراة صعبة حتى لو هنا في مصر هتبقى مباراة صعبة اول مشاركة في مصر اصعب من اللي انك في مكار طبعا وهيبقى في ضغط جماهير جميل واللي هنا في مصر هتحدد لك سيناريو دكار طبعا ولعيب يلعب مباراة الدولية الاولى ووسط خمسين الف متفرج انا حيران للراجل يعني يعني مش عارف السنغال جايلي هنا على ارضي ومطلوبة مني اعمل نتيجة ايجابية هلعب معها ازاي هلعب معك جيم مفتوح وحاول اهاجمها وحاول اضغطها ولا هلعب معها متخفز عشان ما دخلش او ما استقبلش هدف هنا السناريو صعب جدا لازم تلعب جيم مفتوح خلاص مباراة الاكسترا تايم والوقت الاضافي ودربات الجزاء دي راحت خلاص فعلي نتعامل تسجل فيك هنا هيبقى شيء هتصعب على نفسك السناريو جدا يعني انا اهم من التسجيل انه طبعا لازم تسجل انا بتمنى ان منتخب مصري بس اهم منك انت تسجل انك ما تستقبلش ودي نقطة مهمة وانت تلعب مع منتخب خطير عنده سرعات وعنده صحية يعني برضو فتح الملعب زي ما انت قلت هما تدخل فيك هدف هنا هصابق مور عليك كتير جدا 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 هروح للجوهرة المصرية اللي بتلعب في اسبانيا اعتقد لعب من فيا ريال معارل نادي ميراندس الاسباني تكلمني عنه والحقيقة يمكن انا من الارقام والتحضير بتاع الحلقة اكتشفت ان واحد من افضل الموجودين في اسبانيا في العالم كله في العالم كله طبعا عظيم تقدم هنا اسمه هايسم حاسم هايسم حاسم هايسم حاسم هايسم حاسم هممكن الاسبوع اللي فات كنا اتكلم بشكل عام ان فيه عندها لعيبة محترفين النهاردة منركز على اول اسم منهم وهو هايسم دي الخريطة حارية بتاعت هايسم اللي بتباين ان هو احنا النهاردة ذكرتلي وانت بتسأل عن ناطش السنغال من يلعب على الطرف الشمال نشوف الخريطة الحارية الهايسم هتلاقي ان هو بيلعب على الطرف اليمين والطرف الشمال يقدر يلعب مكان محمد صلاح يقدر يلعب مكان تريزيجيه وعمر مرموش عمره لسه 19 سنة بس مع الجنسية المصرية والمركز ده كالوء ما لدينا اسمه كربسة فيه كده يعني يعني احنا لدينا ما شاء الله في المركز ده ممكن تحط خمس ستة اسماء يعني مع عبدالقادر ومرموش محترمة جدا عندك رمضان صبحي لو استعاد جزء من مستوى برضو خمسة محترمة جدا لا يا مركز مزدحم في مزدحم ولكن انا من وجهة نظري ان القماشة بتاعت هيسم حسن مختلفة عن القماشة بتاعت العيبة اللي انت قلتها كلهم مع كما احترام ليهم بس انا بتكلمش عن مين افضل انا بكلم على القماشة وستايل لها بمختلف طيب يعني انا بس استأذاك لو ممكن نشوف قبل الفيديو اه طب ممكن نرجع قبل ما نشوف المتيريال بتاعت هيسم نشوف الارقام والاحصائيات بتاعتها بالزبط لان انا عايز اقول قبل ما اصعد الفيديو انا عايز اقول انه وحدك ذكرت اكتر صناعة للفرص اه يعني يمكن صحيفة اصل اسبانية قالت انه هيسم حسن من اعلى عشر لعيبة على مستوى العالم في الدوريات الكبرى في العالم من حيث المروغة والنجاح في المروغات رقم واحد كان ادمت وليلعب برشونا الحالي هيسم كان ما بين اول عشر طيب لو دخلنا نشوف الاحصائيات بالزبط وبالارقام ونشوف معدل مروغاته يعني دي نقاط قوته الاساسية ايه لما تشوف النقاط قوته لو استعرضنا على الشاشة دي الدريبرز بتاعت هيسم حسن لما تشوف في المباراة الوحدة عدد رقم ابرج في التسعين ديه او متواصل 17 مروغة نسبة النجاح 80% نسبة رهيبة وهو رقم واحد متصنى في رقم واحد هو طبعا احنا عارفين هو معار من جيريال لمراندينز في الدورة الدرجة التانية الاسبانية هو رقم واحد على مستوى دورة الدرجة التانية الاسبانية ايه الرقم ده طبعا رقم رهيب جدا لما نشوف كمان الوفينسيف ديولز او محاولات الان كان معايا عنده 19 سنة كمان ده معنى انه ده لسه البوتنشال بتاعه عالي جدا لا لا وعنده الجرأة يعني عنده الجرأة وعنده شخصية انه واثق في امكانياته يعني السن ده برضو شوية حتة الارقام دي صح قيمة مظلوط من الوف المية ولما يبقى لعب في السن ده عنده الصقة دي في نفسه بتأكد لك قدي الولد ده ممايز جدا لما تشوف المحاولات الهجومية بتاعته ايه محاولاته الهجومية في المباراة الواحدة هتلاقي انه عنده بيعمل اتنين وعشرين محاولات بتاعته في المباراة الواحدة خمسة ونص عرضية في المباراة الواحدة وهو رقم اتنين بالضبط زي ما قال فاروق في الدورة الاسبانية في الدرجة التانية المحاولات الهجومية في المباراة الواحدة بيعمل اتنين وعشرين محاولة على المرمى نسبة النجاح خمسة وستين في المية تقريبا ده برضو رقم وهو رقم واحد في الدورة الاسبانية في الدرجة التانية طيب لو جينا نطبق ده قبل ما نطبق ده أنا كنت عايز وانت ذكرتلي ودي نقطة مهمة جدا سيد أحمد اللعيبة اللي بتاع في نفس المركز في مصر يعني هو هيضيف ايه عنهم وانت قلتلي عندي ازدحام عندي تريزي جي عندي عندي طيب دوجين نشوف هنا تريزي جيي Turner offensive دولزه بتاعته المحاولات الحجومية بتاعته المتوسطة في المباراة سبع محاولات مقارنة بمحاسن هيسم حاسن قول له له 개تنين وعشرين محاولة نسبة النجاح هنا اتنين وخمسين في المهن. هنا مستوى المنافسة مع اختلاف طبعا بتفرق訴 مستوى المنافسة مستوى القوة يعني بتختلف مش تقالين من هيسم انا لسه تفرج عليه معا 요ضافة بس يعني برضو سوى الدولي مستوى الدرجة هتتفاجئ بالمتالية ولد كويس جدا وسطايل أوروبي ولعيبي يعني ما تواجدش زيه في مصر زي ما انت قلت الفارق طبعا الدوريات مختلفة بس حط كمان في اعتبارك السن بيعمل الكلام ده لما تشوف الدريبز بتاعت محمود تريس جي محمود تريس جي في المركز 57 3.8 بالنسبة نجاح 55% بذبت يعني نكاين في حوالي 4 مراوغات حتى كاي هافت نجمة شلسي بردو موجود في الارقام قريبة شوية من تريس جي 3.7 في التسعين ديئة بمعدل نجاح 34% هذا ما تراولي طبعا هو رقم واحد 13 تقريبا محاولة أو 13 دريبل في المباراة بالنسبة نجاح 70% لو شفنا مثلا مقارنة برمضان صبحي على سبيل المثال واحد من العيبة الحالك ذكرتها بتلعب في نفس المركز هنلاقي نفس الكلام هنلاقي انه هيسم متفوق بفارق كبير لو قلناه بعمر مرموش نفس الكلام لو جينا نشوف نستعرض الارقام بالنسبة لرمضان صبحي أو نروح للسلايد اللي بعدها ده رمضان صبحي بالزبط نفس المركز هنلاقي العدل كبير جدا فهو عنده الشجاعة انه هو بيعدي دايما عنده حلول فردية واضح لانه هو بيخود التجربة وبيعدي ويعمل دريبلز اكثر حتى لو شفنا محمد صلاح حتى هتلاقي برضو الفارق كبير نقول ان من افضل لكن عايزين اقول ان القماشة مختلفة الستايل مختلف هيقدر يقدم لك حلول مختلفة يا سيد احمد ده رمنا نتكلم فيه يعني شوفنا حتى احصائيات صلاح هنلاقي برضو انه الدريبلز بتاعت صلاح في المورال واحدة اهل كتير جدا كمان من هيسم حاسم ده انا حابت نستعرض الارقام دي قبل ما نشوف هيسم على الشاشة عشان نشوف اللي احنا بنقوله ده على الطبيعة وفي الملعب عامل ازاي ده طبعا دي ارقام صلاح 5.5 واحد معدل نجاح 54 في المائة بس الحتة دي طورت يعني جدا عند صلاح كمان في الفترة الاخيرة طبعا وتحسن فيها افضل جدا جدا موسم ده واضحة قوي فيه وهو صلاح بيعرف من اين تقل الكاتف كفستانو رونالدو كان اعلى لعب في الدريبل على مستقل لكن بعد كده تحول لأفضل لعب مسجل على مستقل العالم اني افضل بالنسبة للفرق ان انت يبقى عندك لعب افضل لعب بيعمل دريبل في الفرق ولا افضل مسجل مسجل طبعا نفضل بسجل طبعا لو نشوف بقى الفيديوهات نروح لفيديوهات حيسد حاسم ونستعرض المهارة بتاعة حيسد حاسم 19 سنة بيلعب برجل الاثنين في مركز الجناح الشمال بو الزبط الجناح الشمال وجناح اليمين واخد بالك انا كمان لأصول تونسية ففي منافسة كبيرة ما بين مصر وفرنسا وتونس للزفر بخدمات اللعجة تمام هو قدم الرئيسية القدم اليسر حيسد حاسم اللي لابس الاصفر ده يما كان مع فيا ريال بالزبط ده مع السكنتين فيا ريال وبعدك طبعا ينتقل لمرانديز ده امام برشترونة بي هنا هو بلعب فيا ريال بي في مواجد برشترونة بي بالزبط ده فرق الشباب عندهم ايه وهنا زي ما شايفين في القطات دي احنا بنتكلم على بلعب في مركز الوينجليفت مكان ممكن ترزجيه مكان هو مرموش زي ما اتكلمنا بس هو اشوال يعني ما هو الاساسي بتاعه اشوال لكن كمان شفته بيشوت باليمين بالزبط وقدر بيشوت باليمين وقدر بيشوت باليمين ايه بالزبط ودايما الاختيار الاول عنده ان هو يروح ويروغ واحد واثنين وده ايه شجعة يعني بصراحة تحساب له يعني وحتى تصويباته على المروه عنده الجرء ان هو يلعب على المرمى بفعالية كبيرة يعني لو بنشوف هتلاقي التصويبات دايما حتى لو ما بتدخلش بس وده مهم جدا بصوا شوف الهنا المروه ازاي بيتخلص من اللعب بيرجع رقصه تاني ويفتح الزاوية وزا ما شايفين بيشوت مرة بالشمال مرة باليمين وعايز اقولك انه لعب مع منتخب فرنسا في كاس العالم بص هنا برضو ده ناحية تاني بقى ناحية محمد صلاح على جانب اليمين من الملعب لعبة بتقول مع منتخب فرنسا ولعب منتخب فرنسا بص الهدف ده يا سيد احمد بص الفينيشنج بتاعه هنا قدام الجول اللامسة بتاعته مختلفة تماما انا بشايف انه لعب مستوى عالي قوي بلعب مع منتخب فرنسا تحت 17 كاس العالم وشارك معه منتخب تحت 20 كمان وولد الحقيقة لا باين يعني جدا المهارة بتاعته ولمسيته للكرة حصل تواصل معايا من سن صغير ده كممكن يلعب شباب يلعب اليمبيد ده هنا مع منتخب فرنسا 17 هو واضح ان هو فريق عن كل اللعبة اللي حواليه كمان لا هو كمان تكوينه الجثماني واضح ان هو تكوينه الجثماني بصراحة المنتخب هيستفيد منه جدا حصل تواصل معايا وسين حصل حقيقة تواصل معايا وهو في كمان تواصل معايا من جانب التونسي هو الرجل انا كلمت مع والده هو الرجل مش عايز دلوقتي ياخد القرار ان هو يمثل مين عايز ان هو يركز دلوقتي حاليا على مستوى الفريق ووالده مصري والدته تونسي لكن هو معايا جنسي فرنسي لانه مولود وعيش في فرنسا هو الرجل هو لكل طالبه انه هو يستنى يركز الاول مع الفريق بتاعه هو معارض دلوقتي في الدرجة التانية في اسبانيا وعنده طموح كبير جدا انه يرجع في ريال الفيرس تيم ويشارك بشكل اساسي وبعد كده يبدأ يشوف الاختيار الافضل هيبقى لي ايه في نقطة مهمة يا وسيم عايزك برده اكمل على كلامك هل لو منتخب مصر اتقاهل للمونديال وطبعا بنتمنى وان شاء الله ده يحصل منتخب فرنسا عن ناحية التانية في المونديال هل هيوجه استدعاء لا طبع لكن منتخب المصري ممكن يوجله استدعاء انه يلعب كاس عالم في السن الصغير ده فدي هتبقى اعتقد ميزة كبيرة ممكن نستغلها في الفترة الجاية ان احنا ناخد لأيب موهبة كبيرة زي ده صحيح طيب اروح معاكم للكرة العالمية واحنا اتفقنا واسيم كل كل حلقة ان شاء الله تقدمنا واحدة من المواب المصريين اعرف ان هما كتير يعني اتفاجئت الحقيقة يمكن الحلقة الاخيرة اللي شرفتنا فيها بعدد كبير جدا من الاسماء اللي هنقدمها بقى بشكل مفصل زي ما قدمنا هيسم النهاردة هروح لفاروق والكارباوكاب من الاهداف لكن ابدا لم يكن خلي من المتعة فرص كبيرة طول المباراة فرص خطيرة اهداف كتير ملغية فرقتين بيلعبوا مئة وعشرين دقيقة والمنافسة مستمرة لغاية صفارة الحكم واستمرت حتى الحالة يعني حالة الاصارة دي في ضربات الجزاء لغاية ما اخفق طبعا كيف حارس مار مع تشالسي البديل في احراز ضربة الترجيح الاخيرة وخاصم اللقب لصالح ليفربول ازاي شفت المباراة دي وزاي شفت صلاح طبعا بشكل خاص خمس بطولة بيحققها مع ليفر يمكن الواحد بيفرح ان محمد صلاح موجود على المستوى ده لان خلى اعتقد ان هو رفع شوية الكواليتي بتاع المشاهد المصري المشاهد المصري دلوقتي بقى يتفرج على مباريات يعني كان ممكن ناس كتير ما تشوفهاش قبل كده لكن دلوقتي نهائي بطولة اللي هي البطولة الرابعة في انجلترا ما بتقلش جودة وما بتقلش قوة عن نهايات بطولات كبيرة على مستوى العالم فمحمد صلاح خلى عمد الشعب المصري ثقافة كروية كبيرة بيتابع دلوقتي المباريات زي دي شوفنا المباراة كم كبير جدا من الفرس من الفرقتين وبصراحة تشيلسي يعني رغم خسارته للمباراة لكن قد مباراة كبيرة جدا شوفنا المباراة زي بتتلاعب على سيناريوهات ليفربول بيمسك الكرة فترات بعد كده تشيلسي بيتناوب على ان هو يمسك الكرة ويستحوز ويشن هجمات على مرمى الخصم يمكن المباراة كان فيها بس تفاصيل صغيرة كانت ممكن تحسم اللقاء شوفنا اخطاء فردية قليلة جدا من اللعيبة وده كان مهم جدا في المباراة لان المباراة دي المباراة النقية عموما في انجلترا اي خطأ فردي بيبقى بيتبروس بشكل كبير جدا وبيبقى في الصحافة بتستنى الاخطاء الفردية في المباراة دي ومشوفناش اخطاء فردية يمكن اللعيبة اللي عجبتني في المباراة تياجو سيلفا وفيرجل فاندايك كانوا الاثنين نجوم كبار جدا يمكن تياجو سيلفا 37 سنة وبيقدم المستوى ده وشوفناه خرق كورة اللي محمد صلاح اللي انت اتكلمت عليها من على خط المرمى يمكن صلاح كان شوية كان ممكن يعمل فينش افضل من ده شوية لكن صلاح طبعا قدر يسجل طيب هكمل معاكم كلام وخصوصا كمان انه في حاجات مرتبطة بتجديد صلاح مع ليفر بول مستجدادة اسمحها من فاروق عصام وسيم احمد بس محلنا نروح لفاصل ونكمل بعد الفاصل مع حضراتكم في السادسة طبعا خليني اقول لحضراتكم انه كلام على هيسم حسن اللعب المصري الفرنسي مزاوج الجنسية اللي احنا قدمناه النهاردة يمكن يكون اهم حاجة بتتقالي النهاردة ويمكن تكون كمان الحقيقة واحنا متكلم في النقطة دي مش بنتكلم بغرض ان احنا نكلم المشاهد او نكلم جمهور الكرة لكن احنا كمان بنكلم المسؤولين لانه الولاد اللي قدمناهم واللي هتشوفهم بالتفصيل في الحلقات اللي جاية من السادسة ممكن جدا يكون قوة ضربة لمستقبل الكرة المصرية واللي مش عارفين نلاقيه محليا ممكن نلاقيه برا واحنا مش دريانين او واحنا مش عارفين او احنا مش سمعين عنه حاجة والاهم من ده انه ازاي هتحصل عملية التواصل يعني وسيم انا عارف طبعا انه متواصل مع اغلب الاولاد دول لكن انا بتكلم عن التواصل الرسمي ازاي ده ممكن يتم ده مش ممكن يتم عن طريق سكايب ولا مكالمة تليفون ولا مكالمة اه اه لا لا ده الموضوع محتاج سعي ومحتاج مجهود وانجاز التعبير كمان ممكن يكون محتاج زيارات ومحاولات الاقناع لان الولاد دول شايفين مستقبلهم برا ومنهم اللي بلعبوا في منتخبات تحت السن يعني منتخبات شبابة ومنتخبات اوليبية لدول كبيرة جدا في كرة القدم لكن ما زلت بأكد ان احنا عندنا فرصة الاهم ان احنا نحسن استغلالها خصوصا في حالة هيسم انه كمان زي ما انت كنت لسه بتقول هيسم فيه منافسة مع تونس وتونس كمان مهتمة جدا انها تاخد الولد لمنتخبها الاول طبعا واسمح لي يا رسول احمد يعني خلينا اقولك ان اللي بتقال عندنا في مصر بدون تحديد يعني اسماء بعينها لكن اللي بتقال بشكل عام بتقالك هو لسه عايز يفكر اللي مش عايزني ما يجيش مع كم احترامي الامور جدا ما حالك قلت تونس بتتصرف بشكل مختلف تماما طب ليه تونس بتتصرف بالشكل ده هل يعني الجنسيات تونسية مش حاجة قيمة مثلا احنا مصر جنسيات مصرية اعلى قيمة طبعا لا كلها يعني كلها جنسيات متساوية بس في الاخر انت لازم تكون عندك كلان وخطة للمستقبل الكرة المصرية ويجب ان تتعرف ان اللاعبة دي هي لها الحق ان تتلعب لأكتر من دولة يمكن الوضع يختلف لو اللاعب ده اه طلع من مصر وتربى في مصر وابتدى اما يطلع يقولك لا انا افكر ساعدت تقوله لا ما عليسش مع الف سلامة لكن اللاعب ده عايش في فرنسا مع جنسية مصرية بحكم الولد لك عمره ما جي مصر مع الجنسية التونسية كمان فانت لازم عارف ان انت داخل في منافسة جديدة مع فرنسا ومع تونس ان انت لازم تفوز بالولد ده و لازم يبقى عندك تكتكس في التفاوض تبقى عارف ايه الاوراق القوى اللي عندك اللي تقدر من خلالها تجذب الولد ده و ايه الاوراق الضعف اللي انت تحاول انت تبعد عنها ايه البروجيكت اللي انت هتقدمه للولد ده في تونس انت هتيجي هتلعب معنا مثلا اساسي هتشارك معنا كاس عالم وهكذا انت في مصر يجب تعرض عليه تقوله هتيجي هتعتمد عليك هتكون داخل القوام الاساسي مش يجب بشكل اساسي ليسمع البروجيكت ويعرف ده موجود في كل حتة في العالم وزي ما فاروق كان لسه بيقول يعني ان شاء الله اذا ما نجحنا في ان احنا اتقاهل كاس عالم فرصة الولد ان يلعب مع منتخب فرنسا تكاد تكون معدومة في ظل وجود نجوم كبار جدا في المراكز دي لكن فرصته في مشاركة ان شاء الله لو وصلنا كاس عالم مع منتخب مصر ممكن تكون عرب له دي حتة ممكن انت كمسؤول عن الكرة في مصر هستغلها ملاعب شاب عنده طموح ان هو يروح يلعب في اندية كبيرة في اوروبا كاس العالم هو اكبر ماركت للعيبة موجود في اي بطولة اي بطولة لو قرنتها في كاس العالم عدد الكشفين اكبر عدد الممثلين الاندية موجودين ممكن تلاقي ادارات الاندية موجودة في اغلب المباريات فهو اكبر ماركت للعيبة الصغيرة موجود على سنة هيبقى فرصة كبيرة ليه طبعا مش هيحصل عليها مع منتخب فرنسا حتى تواجد في القيمة او التشكيلة الاساسية وبعدين هو زي مع الوسيم دلوقتي اقناع اللعيبة الصغيرة بتمثيل المنتخبات زي وزي الماركت العالمي في سوق الانتقالات انت بتحتاج تلعب على نقاط القوة عندك وبتحتاج تغري اللعب سواء بقى قدمت له مميزات في الملعب او مميزات خارج الملعب لكن حتى احنا ممكن نستغل وجود محمد صلاح دلوقتي محمد صلاح لعيب عالمي كل لعيبة العالم بتتمنى ان هي تتواجد في فريق واحد مع محمد صلاح ويمكن هو يمكن في المستقبل يحق السنائية ممتازة مع محمد صلاح فده ممكن فرصة ونقطة ان انت تستغلها صحيح نرجع تاني لصلاح ونرجع لكرباوكب كان نقل شيء بالشيء يسكر وكان نقطة في متعلق مية بس احبيتها انا مش من هوات ان انا اجرح في حد او ان اهاجم حد لكن بحط الور في نصابها الصحيح زي ما بيقولوا والتواصل لا يجب ان يتم تليفونيا او بشكل بسيط وسهل مع النجوم دول كلهم مش بس هيسم اي نجمة من النجوم المصري الموجودة برا من حقنا كدا ان احنا نحاول معاهم مرة واثنين وثلاثة وبكل جدية عشان يكونوا موجودين مع المنتخب مصر وبالتأكيد تيشرت منتخب مصر شرف لاي لعب برضو في النهاية انه يرتدي نرجع لكرباوكب ويمكن كان معي خبر النهاردة يعني محتاج تعليق منكم برضو انه يورجي كروب تواصل مؤخرا مع دارة ليفر بول وطالب منهم بشكل واضح وصريح انه ضرورة التجديد لمحمد صلاح بمنتهى السرعة في وقت ليفر بول عنده قزمة كبيرة جدا لانه عود السلاسي الخطير في المينيو ساديو مانيه محمد صلاح تنتهي في عشرين تلاتة وعشرين بالتالي هو مطالب بالتجديد لو عايز يحافظ على السلاسي يعني للتلاتة دي هتبقى مشكلة كبيرة لإدارة ليفر بول خصوصا مع مطالب صلاح طبعا اللي بيعكسها المردود اللي هو بيقدمه مع الفريق لقطة مانيه لفتت نظاركم وعرضوها ازاي في مستقبل السلاسي دول مع ليفر بول يمكن ليفر بول او إدارة ليفر بول لو بتفكر بشكل يعني في شوية هدوء كده هيلاقوا انه هما لو لجأ لسول انتقالات لتعويض محمد صلاح او ساديو مانيه مفيش لعيبة حاليا على مستوى العالم سواء كاجنحة في اي فريق في اوروبا بمستوى محمد صلاح وساديو مانيه برضو من اللعيبة يمكن نقول من افضل خمس اجنح على مستوى العالم فانا لو فردت في لعيبة زي دي لعيبة مش هتطر اروح اتفعلها اصلا رسوم انتقالات من نادي تاني انا استغل رسوم الانتقالات دي وقدم لهم الامتيازات اللي هم عايزينها واعتقد ان هم قدموا ليفر بول والجماهير اللي يشفعلوهم ان هم يطلبوا امتيازات سواء على مستوى العقد او سواء على مستوى المكافئات اللي طالبينها في تحقيق البطولات في المستوى فاعتقد ان ليفر بول مع الوقت هيقدم العروض المتفق عليها مع ممثلين محمد صلاح وساديو مانيه وهيتم التجديد ليهم يمكن نقطة ساديو مانيه شوية كتت ملخص مباراة الكرباو الخروج ساديو مانيه في الديا كان غضبان جدا لان الرجل جاي بطل افريقيا يا جماعة عمل ايه تاني عشان تخرجوا محمد صلاح وتسيبوهنا انا في الملعب يعني هو يمكن ده لسان حال ساديو مانيه هو طبعا ساديو مانيه العيب متواضع ولعيب جيد جدا لكن برضو هو الرجل جاي بطل افريقيا انت بتخرجنا انا وبتسيب صلاح في الملعب رغم ان هو مسجلش ويمكن مستوى في المباركة المتقارب شوية لكن يورجون كلوب عارف ان محمد صلاح من فرصة واحدة ومن لعبة مرتدة واحدة يقدر يكسب ليفربول اللقب وطبعا الملخص التاني كان خروج ادوارد مندي اللي هو افضل حارس في العالم وشوفناه في المبارنة ايادة المتخب ست نيكيبا هينزل بقى ايه عارف مفيش ولا ضرب الجزاء مش ممكن عشر ضربات جزاءت ومنهم لقطة غريبة ان هو وقف في نفس الزاوية اللي شاط فيها في فيرش دوماندايك وحتى كيبه نفسه في نهاية قبل كده مع وريتسيو الساري رفض يخرج في ديئة مئة وعشرين ننزل ويلي كابيرو وشوفنا توضع كبير جدا من ادوارد مندي ان هو يخرج في ديئة مئة وعشرين عشان ينزل حارس تاني وهو حارس متميز حتى في ركلات الترجيح فكانت بصراحة لا تغريبة من تخل جماهير تشيلسي كلها بعد المباراة في اللقاءات قالت احنا استغربنا في الملعب واحنا حتى ندينا ادوارد مندي ان هو يكمل بس استغربنا تغيير تغيير كيبه لان كيبه مش حارس حتى مميز في ركلات الترجيح وهو الحقيقة مندي كمان كان لعب جيم كويس جد يعني مندي هو الساعة تشيلسي بشكل جديد ان هما يوصلوا مئة وعشرين دقيقة من غير ما يخش فيهم هدف فكاة لقطة غريبة جدا ولكنها في نهاية خطأ من توماس توقل اهدى اللقب خصوصا انه كيف هو اللي ضيع كمان ركلة الترجيح الأخيرة والليدة اللقب تأثر من وجهة نظرك معنوانا على شكل المنافسة في بطول البريمير ليجة واسيم؟ يعني هي المنافسة واضحة ما بين مانشستر سيتي وليفر بول امور واضحة وليفر بول اعتقد البطول دي بتديله كمان دوافع اقوى للاستمرار في المنافسة خاصة ان الفرق بقى صغير جدا ما بينه ما بين مانشستر سيتي لكن انا عايز رجع للنقطة بتاعت تجديد عقده السلاسي لان برضو في نقطة يجب نحطها في حزبان سيد احمد وهي عامل السن ما ده اللي مؤخر المفاوضات انه في برضو حسابات اخرى عند الادارة ان ما نجي من بصر محمد صلاح وساد يوماني لعبه النهاردة ممتازة جدا ومن احسن لعبه على العالم كله في مستوى العالم كله ولكن عامل السنة عندهم 30 سنة فانا مش هقدر عامله عقد طويل الامد لازم ابدأ اتكلم في عقد سنتين والتالت اختياري هو ميسي ورونالدو ويبراهومفيتش مش كسروا القواعد يعني هو محمد صلاح وساد يوماني وغيرهم يعني ما يقدرواش يعود ويواصلوا النهار بتتكلم على الكريسان رونالدو 37 سنة اعلى راتب في الماني ويبراهومفيتش اكبر منه كمان لكن من اللي يضمن؟ من اللي يضمن ان صلاح هيكمل لحد 38 او 35 او ساد يوماني انا اظن ان صلاح هيتوفر له اللي هو عايزه لكن ساد يوماني شوية زي ما كان بيكلم فاروق شوفنا بنشوف في كل مباراة او في كل فترة فيه مناوشات كده تقول ان هو مش مبسوط او او مش في افضل احواله في ليبربول يعني قبل كده لو تفتحه كان فيه اخناقة برضو مع يورجين كلوب بعد محمد صلاح اظن ممكن يعني فيه كلام شوية بالنسبة لساد يوماني لكن صلاح اعتقد الامور ان شاء الله هتتجدد لصلاح في المينيو برضو ممكن يتم التضحية به خاصة مع وجود ديجو جوتا واعتقد ان في المينيو يعني هيكون هو الاقرب للرحيل يمكن كمان كدوم لويس دياز شوية الولد ده كويس جدا جدا والعمل المستقبل كولومبي جاي حتى قصة كفاح كبيرة جدا جاي من بلد يعني قد صعبة جدا في كلومبيا وقدر مع بورتو يثبت نفسه فهو ضغط كبير جدا على ساد يوماني لان هو بيتواجد في مركز ساد يوماني الجناح الايصر فيمكن ده برضو يكون مؤشر للخلوق ساد يوماني في المستقبل صحيح بمناسبة ساد يوماني والتجديد ويعني وموضوع ليفر بول خليني اخد ماكو برضو نقطة في منتلق امية واحنا دخليني على مواجهة السنغال وعموما يعني دون الاكاديميات في افريقيا وازاي سهمت في انها تعمل طفرة في الكرة الافريقية لما اتفرجت الحقيقة على منتخب السنغال وزاي برضو اقدر اقول قوات ديفوار ومن قبلهم القوات التقليدين والكاميرون واضح ان الاكاديميات اللي اتفتحت في افريقيا سهمت بشكل كبير جدا في انها تعمل نقلة نوعية في مستوى المنتخبات دي ويمكن منهم جنراسيون فوت اعتقد برضو كان بالذات مع منتخب السنغال وستاد يوماني نفسه اعتقد خريج جنراسيون فوت ده حقيقي وزاي ما انت بتقول يعني خلي اقولك انه لما تجي تشوف اكتر عشر دول افريقية مصدرة لمحترفين لاوروبا حتى انه تمانية منهم من العشرة دول من غرب افريقيا اتنين بس في شمال افريقيا اللي هما الجزائر والمغرب وطبعا ده معروف السبب انه طبعا قرب المسافة واللغة واللغة ازاي بتبقى سهلة لكن تمانية منهم من غرب افريقيا وده ايم زي ما حد لك قلت وزاي احمد على الاكاديميات جنراسيون فوت على سبيل المسال اكاديمية قامت فكرتها في سنة 2000 ويمكن اللي انشأ الاكاديمية دي او نيل جنراسيون فوت هو لعب غيني سابق كان اسمه مادي توري الحقيقة كان ليه جملة شهيرة جدا وطبع لها مدلول مهم جدا قالك قبل ما اعمل الاكاديمية دي حاولت ان انا اطلع لعيبة افارقة او اديهم اوروبا كان دايما بتقلي جملة واحدة ان اللعيبة دي بتفتقد لشيء ما مش بخليهم ينسجموا او يتأقلموا فقررت ان انا اعمل اكاديمية الاكاديمية دي تسد النواقص او تقلل الفروقات اللي تخليهم بعد كده يقدروا انهما لما يسافروا يقدروا انهما يتأقلموا وينجحوا ولو ناخد بالنا ده ميفكراكش بحاجة واستاذ احمد لو تفتكر مثلا عمري زاكي يعني الفكرة مش بس الخروج الفكرة ازاي تتأقلم وتنجح وده اللي حصل مع جنراسيون فوت عمري زاكي لما خرج في نص موسم كسر الدنيا مع ويجن وبعدين رجع الكيرف عطول نزل لان فيه فروقات فعلا في الثقافة وفي حاجات كتير جدا تخليك انت ما تنسجمش وتستمر طب ده مثال قديم شوية لو تتفي معي فاروق في مثال قريب رمضان صبحي رمضان صبحي خرج وكلنا بنقول ان عنده بوتانش عالي جدا وواثقين انه هيبقى زي صلاح ويسير على نفس الخطأ رجع بسرعة جدا الدورة مصر فهنا ده اللي عمله ايه الفرق ما بين الاكاديمية دي والاكاديمية احنا عندها الوقت في مصر بتسمع كتيرا فيه اكاديميات في مصر بس ايه الفرق يا سيد احمد اكاديميات هنا في مصر بتلاقي اللعيب او الولد بيروح اهله بيتفعلوا الاشتراك بيروح ويتمرن ساعتين تلاتة وبيروح لكن الاكاديمية زي جنورسين فوت اللي بمناسبة 7 لعيبة في كاس افريقيا الاخيرة اللي فازي بيالسنغال كانوا خارجي جنورسين فوت بتعمل ايه بتخلي اللعيبة تروح تسكن تاكل تتغزى تتمرن وتدرس كل ده داخل الاكاديمية وبالتالي بيعرفوهم ازاي يتغزوا التغذية صحيحة صناعة شخصية اللعب المحترف اللي خلت صلاح يعدي ويفرق ويوصل دول طبعا لحدكم شايفينهم لعيبة لعيبة بيلعبوا في اكبر الدولات و اكبر عندها تاتنام باي ميونيخ نابولي كل دول خارجي اكاديمية جنراسي مفوت كم مليون يورو بقى موجود في الصورة دي تتكلم على نص مليور مثلا ودلوقتي الفيفا كمان طبعا زي ما عارفين ان هي حقوق رعاية اللعب في مرحلة الشباب والنشيين باي انتقال بيحصل للعب طول مسير طول وفي اندية على فكرة بتعتبر محطات رئيسية من الخارجي اكاديمية جنراسي مفوت يعني حسب ميتس الفرنسي لحد الوقتي ياخد مبلغ ونسبة على اي صفقة انتقال لاي لعب خرج من اكاديمية ده بقانون في الفيفا حتى المولين العرب لحد الوقت بيستغل القانون من حق الرعاية في المواهب يعني حتى لو شفنا مش في افريقيا بس المغرب خادت نفس النموذج ده وطبقته في اكاديمية اسمها اكاديمية الملك محمد السادس برعاية الملك اتصرف عليها تلاتاشر مليون يورو بيتواجد فيها تلاتين غرفة فيها ميت فرد بيباتوا بيأكلوا خلاص الموضوع ما بقاش ان انت تروح لساعتين وترجع لك هم طبقوا نفس النموذج ده خرج منها لعيبة كبار جدا موجودين حاليا في اوروبا اموهم يوسف النصيري لعب اشبيلية ونايف اكرد اللي كانت موجود في بطولة الامم وحمزة منديل فده مستقبل قادم للكرة في بلدك لان انت بتستفيد من اللعيبة دي على مستوى المنتخب وبعد كده بتستفيد منهم مديا بشكل جيد جدا. دي ناس يمكن اللي فهمت الدنيا الرائحة الفين هي دي اللي بننخصها فكرة الرؤية هالفيجين ناسك عندها فيجين وطبقتها من خلال مش انخدت فيها خطوات فعلية احترافية بسط الموضوع على انه صناعة واتجارة ورياضة ونجحوا الحقيقة على التلات مستويات بشكركم شكرا جزيلا يمكن ما يكلم ناسف كتير من الموضوعات المرتبطة يعني بالمسابقات العالمية لكن تالي الكلام اللي قلنا النهاردة في منتهى الاهمية وخصوصا فيما يتعلق طبعا بفكرة انك استغلال المواهب سواء اللي موجودة برا وتحاول انك انت تستفيد بها للمنتخباتنا الوطنية او اللي موجودة جوه وتحاول انك انت تصدرها وتفكر انك انت تتوفر لها البيئة الكويسة عشان تقدر تنجح في مشوارها والاحترافي في الخارج بشكركم شكرا جزيلا وان شاء الله نتقابل قريب السادسة باذن الله يكون لنا وقت اطول نتكلم فيه عن كل العالمية بشكر فاروق عصام وسيم احمد شرفت ونورت السادسة بشكر حضراتكم على المتابعة على كل خير نتقابل وباذن الله ان شاء الله يعني احنا طبعا نتقابل السادسة يوم السابت اللي جاي قبل ساعات من مباراة الاهل لكن لازم اتمنى بتوفيه لفرقتنا اللي هتبتدي معسكرها المغلق بكرة كلنا ثقة فيكم ان شاء الله باذن الله قادرين نعمل نتيجة كويسة في مباراة السابت حتما ولا بد تحياتي لحضراتكم واشوفكم على كل خير شكرا